والآن بمعنى قرارة الكريمة زيند عاج محمد تتمنى بحب القرارة الكريمة كاملاً مع عسل الصغر المنوات الترع تتمنى بحب القرارة الكريمة السؤال الأول نقرأ برواية ابن ذكوان عند قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرد الذين يدعون ربهم في الغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الوالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بزهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المدرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالوالمين حسنًا حسنًا ترجمة نانسي قنقر